كريم بنزيمة دا السؤال. سهل اي Genau. مش محتاج سيابة سوالي. مش محتاج سيابة سواله ولا محتاج شرحة واحنا لو عادنا سنين نشرح كريم بنزيمة بيلعب بزيار كريم مش هنديله حقه فطبعاً موجوده. وطبعاً يعني لسه احسنا في العالم من السنة اللي فاتت. فطبعا النادي اتحاد جالد السعودي بوجود كريم بنزيمة حاجة. وفي عدم وجود كريم بنزيمة حاجة تاني. هو اللي بيعمله ايه؟ كريم بنزيمة ما تغيرش عن كريم بينزيبة بتاع ريال مدريد. الراجل اللي بيطلع بره منطقة الجزاء عشان يلاعب الناس عشان هو بيلعب الكرة من دماغه مش من اي حتة تانية. تشوف هنا الراجل دايما مش سايب نفسه في حضن المدافعين. بينزل يا كريم استلم. نتفرج على الكرة. هنزل استلم. هنزل استلم. وقام طلع الراجل عاوز اقريك بقى انه بينزل استلم ليه? هو بينزل استلم في وسط. بيمن عن الزحمة. انزل استلم عشان يطلع كرة. ودايما اول ما بيباصي بيستنده عشان لما بييجي بوشه. جوا منطقة الجزاء ما يبقاش حد لمسكه فيه فروت. يفضل واقف جنب المساك مستني الكرة العالية. وفيه فروت ينزل يلاعب الناس. كريم منزيمة بيعمل كده زي ما انت شايف. الراجل اول ما لعب الباصة بص يا كريم. سابوه كلهم مع انه اكيد متحفظين يمسوك كريم منزيم. امر الراجل داخل جوا منطقة الجزاء عشان جاي بوشه. صعب جدا ان انت تمسك حد بوشه. الكرة تلعبت بالعرضة من كريم بنزيمة استلمها. وبرضو من اللاعبالوه كريم الشنقيتي الباكرايد بتاع نادي اتحاد جدا السعودي. وبيشوته الكرة بتيجي في العرضة. فيه لقطة كمان برضو. عشان بص هنا يا كريم. الراجل اول ما استلم. ولعب الكرة للرجل الشنقيتي نكمل الفريم. بص يا كريم. كله طبعا ما يركز مع الكرة. كله سير كريم بنزيمة. نفس اللي كان بيحصل مع فينيس الزونيرو مع فيلفيردي. وراجل دايما تلاقي كريم بنزيمة داخل جوا منطقة الجزاء بيحط الكرة بمنطقة السؤولة. فهينا برضو اللقطة دي اخر واحدة اللي كريم بنزيمة عاوزة اوارها لك. واقول لك النادي اللي ممكن يعمل. ايه. بص برضو يا كريم. الاربعة برضو وقافين. ساب الاربعة. ما بقاش قاعد في حضنهم. هينزل يستلم. هيلعب له فابينيو الكرة. اول ما بيستلم الكرة. بيلعب لكانتي. كانتي بيلعبها له تاني. فبيدي كرة للشنطيتي. وبرضو بيخش جواه منطقة الجزاء.